تمام دي حالة الحمل دلوقتي شايفة انه هو في حالة انتصار في حالة احتفال كأنه وصل لحاجة اعلى من اللي كان فيها كأنه نجح في حاجة كأنه ترقى كأنه حتى ان شاء الله خرج من موقف معين خارج منتصر كأنه نتطلع بصح فالهو ايه؟ حيث تبقى ايه؟ ثقة في النفس عالية جدا جدا والدنيا عنده فيها فخر مفتخر بنفسه واللي حواليه على فكرة مفتخرين بيه وش رأس؟ يعني برضه ممكن يكون شكل من اشكال المباركة مبروك يدي الدول حاجة كده حلوة قوي ومشرقة وجميلة جدا طيب ايه الحاجة اللي بيتمناها او اللي عايزها دلوقتي ايه الحمل كأنه سلة دي يعني ما سنش برضه يعني جات في ودني ده حيث الناس اللي مكانوش بيهانو في الحمل او مساعدهوش او يعني مساعدهوش بشكل ما نفسه نفسه الحمل ان الناس دي بجيله وتقوله مثلا احنا عايزينك او يحاول ان هو يتقرب منه تاني وهو يقول لا مش عايز تمام لحد بيقرب من حد وهو بيقول لا مش عايز اه مش دلوقتي تمام لانه في حالة انتصار وشايف ان هو طلع صح او ان هو ازداد شهرة او ان هو كسب في حاجة معينة او طلع صح في حاجة معينة او زي ما قلنا اترقى او علي درجة في حتة معينة فعايز بقى الناس اللي زي ما قلتلكم كان مسان دهوش او مسان دهوش في الماضي ان هم يحاول يتقربوا منه او حتى يعتزروا بس هو عايزه بيجي يعتزروا يقول لهم لا مش قابل تمام؟ حاجة نفسه ديها انت الحمل ايه الحاجات اللي ممكن تساعدك ياور في الحمل ما شاء الله انا شايفة انه لا فعلا فيه طاقة نجاح كبيرة جدا عنده شهر ده انتبه يجيك دلو الناس القريبين منك تمام؟ الهدف الماترس ما تديش ضغرك لحد تمام؟ او عم لان شايفة انه فيه ناس ممكن تنتهز الفرص ويعني تقتعك ممكن تعمل وتأذيك فعلا انتبه لازم دايما يعني طول ما انت وقت لازم تبتدي تبص حولك وبص وارك ما تأمنش الفترة دي انا مش بكلم في المطلق الفترة دي ما تأمنش حتى الاقرب الناس لك تمام؟ اوكي الكارت ده كارت الامر دي حالة تحفز وبصه الكشر ازاي يعني الحزاك تفرح قوي الفترة دي وتبتدي يعني بالنجاح او الحتة اللي انت وصفت لها دي وانه تبقى مريح ما تريحش شايفة انه ممكن يكون فيه ناس متربصة شوي متربصة بك طيب ايه الحاجات اللي العكوسات او الحاجات اللي بتضعف الحمل الشهر ده علاقاته الاجتماعية يعني خلينا نقول علاقات الحمل الاجتماعية الفترة دي او الشهر ده حاسس ان فيها صعوبة يمكن يكون الحمل مش في حال انه هو حابب انه يختلط بالناس فده بالنسبة للتحدي وهو بحتاج ليعمل ده الفترة دي او انه هو طبيعته كده هو اصلا مش 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 شخص اجتماعي قوي وما بيحبش انه هو يقضي وقت مع الناس فده التحدي لعنده برج الحمل ويمكن يكون برده دي رسالة جاية انه عشان يسبت النجاح ده او يعدليه او يكمل عليه محتاج انه هو يحسن من علاقاته جدا والحكاية دي هو ضعيف فيها فابتدي برج الحمل اشتغل على الموضوع فالناس كتير جدا بتساعد في الحاجات دي انه هي تحسن من علاقاتك الاجتماعية من الناس اللي حواليك ازاي تكسب الناس اللي حواليك وتكسبكم كأصدقاء وحلفاء لك تمام انت محتاج حلفاء من الاخر انت عايز حلفاء مش عايز قعداء تمام فخلينا نقول حتة التشفي او الارضاء النفس اللي انت نفسك توصل لها ان الناس تجي تعتذرلك ويقولك والله انت كان عندك حق والله منساعدش مننا او انت تقول ايه تصدهم او انت تقولهم انتو متخدوش بتفهمهم حاجة او تنهارهم باية شكل من اشكال لا استوعب وقول تمام واهلا بيكم مفيش مشكلة خالص حد بيقدملك عرب طيب انا هفكر حاول تكسب الناس اللي حواليك عشان تعزز وتأكد النجاح اللي انت وصطره ده ايه النتاج المتوقع بالنسبة للشهر ده ان شاء الله تشايفه برضو زي الحوت عندك فرصة مهمة الحوت والحمق الاتنين بتجيه نفس المكان الكارد انه فيه فرصة مهمة بتيجي عند جرج الحمق وبيزبط فيها نفسك واس جدا وبيستعمل طاقاته كلها خلينا نقول برضو الطاقة اللي جايالي انه مع كل نهاية فيه بداية عند الحمل مفيش حاجة عنده اسمها النهاية خلاص كده الموضوع خلص لا مفيش حاجة عنده بتخلص مستمر مستمر تمام وكمان حالة الانفريتي ده افكاره لا تنتهي افكاره كتير جدا جدا وفرص كمان عنده لا تنتهي فرص كتيرة جدا جدا وخيان قول ممكن تكون اكتر من فرصة والحمل على فكرة متوقع ده وكأنه مجاهز الرد انا هارد على ده اقول ايه وهارد على ده اقول ايه طيب القراءه حلوه جدا بس اللي هنصحك بي يا برج الحمل حاجتين ركز على علاقاتك الاجتماعية تاني حاجة انتبه جدا ايه للناس المتربصة ليك اللي ممكن فعلا يحسدوك او يفعلوه على النجاح اللي التوصلت له تماما الحالة المادية جورج الحمل يا سيد بصوا بق الحمل قلم انه هو بيدي لناس بحد بيدي فلوس لانه ما شاء الله واصل في حتة حلوة جدا لو هو مثلا مدير عمل بيدي مكفاءات او حوافز للناس اللي تحتيه بيديهم حاجة كده يعني يبسطهم بيها ويريحهم بيها الحمل لو كان مستني انه هو يقترض حاجة من بنك بيجيله قارد او انه هو اللي بياخد فلوس من حد اكبر هو بقى اللي بياخد المكافأة او ممكن يكون ويرث كمان من حد اكبر لو كان مستني انه هو يعني يحصل على ويرث من الناس يعني من اهل وكده شايف انه هو ان شاء الله بيمسك مبلغ مالي من الورث ايه الحالة الصحية عند الحمل مش شايف ان هي مش كويسة والحمل خليني اكتر اقول حالته نكلم عن حالته النفسية متعصب في حالة عصبية في الموضوع ما يشنك شوية او انه هو بيقاوم انه هو تعبين في حاجة تعبية مثلا حطقته البدنية مش اعلى حاجة مش في الفورما يعني بتاعته بس هو بيقاوم ويتحامل على نفسه علشان يحسن منها برافو برافو دي حاجة كويسة جدا الكارك اللي حد دلوقتي شايف انه هو يعني مش بيضغط على نفسه بشكل ممكن يؤذيه لا تمام المقاومة دي كويسة ما تستسلمش لحالة كسل او اي حاجة ممكن تحسس انها تعبية لا ما تستسلم لهاش وقومها وهتعدي لوحدها او زي ما قلنا انه هو متعصب تمام جميل جميل جدا طيب يلا نشوف الخروع انا عطف هي بوردي حمل بوردي حمل عطف هي ان الحمل مش شايفة انه هو احسن خياجة ان الشيفة بالنسبة للحمل حالة عطفية متوتر جدا جدا لا توقف عن التفكير والتفكير سلبي بمعنى هو مش بيحاول يلاقي حيول لا هو عمال يعني بيشح نفسه طاقة سلبي اوكي فهو بالنسبة للحالة العطفية تعبان جدا بيحلم حتى بالمشكلة دي او الحالة حتى بينام اذا كان بينام شايف منهم متقطع خلاص جاعته من كتر التفكير يفكر كتير جدا بالنسبة لحاجة تخص علاقة العطفية بس دي ما قلنا التفكير سلبي ما هوش ايجابي مش مونتك مش هيفدنا بحاجة انت عمال تفكر 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 وهاري نفسك بس انت مش بتلاقي حلوب انت بس بتزود يعني الجهاد النفسي اللي انت فيه فنحاول نوقف تفكير شوي انت اول حاجة هنصحك بيها حاول توقف تفكير شوي تشد الفيشة وقت النوم للنوم خلاص هنبطر التفكير تفرغوا على حاجة بتاحك اسمعها مسكهادية حلوة يعني حاولوا تزبطوا والصحة العقلية لانه فنفرد الوضع ما نصلحش انت مستفيدش حاجة ولو تصلح برضو مش هتستفيد حاجة او هتبقى اخدارة الطاقة دي على الفاضي لانتوا في الاخر هتتصلح او الموضوع هيعد ولو ما عداش فانت برضو مش مستفيد حاجة من انت بتعمله ده مش ديه الافادة خالص لو هتفكر يما تفكر في حلوة وانك انت تحاول تصلح وبطل نعيد بقى الشريط اللي شغال اللي هو من اول ما العلاقة بتادت لحد دلوقتي عملت فيها ايه او عمل فيها ايه مش هيفيد لو هنفكر هنفكر في الهيرة النعم دلوقتي حالا احنا وقفين فين النقطة اللي احنا وقفين فيها و ايه اللي حيساعدنا ان احنا نحسن العلاقة دي طيب الشريك الناحية التانية فيه عنده حالة فوضى انهيار كامل يعني انت تعبان مش ديك كمان تعبان فخليني يفضحوا كالعادة انه شركك لو بيحاول يوريلك انا تمام لا هو مش تمام هو منهار تماما وفي حالة فوضى ومش عالف يعمل ايه و اه وعنده شبه حالة صدمة هو كمان ومش عالك يتصرف فحمل انت استيد العقلية بالصراحة انا معرفش شركات ممكن يكون بوركه ايه انت اللي ممكن تسطر على المقف فتحسنه شوية تمام فالشريك شايف ان هو في حالة انهيار تام وحسس انه العلاقة انهارت وبازت وهو مش عارف يعني يلحقها منين او يصلحها ازاي طيب الحمل نفسه في ايه نفسه يبقى عنده لا مبلاء بفول انه هو اولا اللي يفكر فيه يقوله والحمل مش منطبعه فده خارس الحمل بيفكر كويس جدا في الكلام قبل ما يقوله ويدرسه كويس قوي هو نفسه ما يبقى شدي نفسه ليه في راسه يقوله عطله او انه هو يبقى عنده لا مبلاء ولا هو سمع حاجه ولا هو شايف حاجه ويستمتع بحياته عادي جدا مسائف ولي حبيبي اه الشريك عايز ايه او نفسه في ايه برج الحمل نفسه انك انت اللي تقود المسيرة نفسه ان انت اللي تسيطر على الموقف لانه واضح ان الموقف خرج عن سيطارته ومش عادي يصلحه ازاي ممكن يكون هب بالدنيا ومش عارف يصلحه فهو محتاج مساعدتك ان تاخد انت القيادة وتبتدي انت اللي تصلح الموضوع معلش لو انت الصوت العقل في العلاقة دي يعني للاسف بيبقى دا دور الطرف ده لو انت صوت العقل ابتدي اخد موقف وبتدي انت صلح الدنيا اللي باصل دي انت شايف الشركة تعمل ازاي يا برج الحمل نايت اوف بنتيكلز انه هو شخص هو معتمد على نفسه في حالة اعتماد على النفس او شخص يسق يعني يقدر يتحمل المسئولية بحاجات معينة بيشيرها كويس جدا جدا شايفوا انه هو كمان شخص روتيني بيكبع الروتين في كل حاجة في تصرفاته وفي تفكيره بس ما زلت شايف شريتك بصورة كويسة انه هو زي ما قلنا شخص محترم وشخص انت تقدر تعتمد عليه شريتك بقى شايفك ازاي يا برج الحمل شايفك قائد وانك انت اللي بتعرف تمشي الامور العربة بتوحي بالنحاجة بتتحرك ان انت اللي بتمشي الامور وانت القائد حتى لو كانت الحمل هنا هي المرأة على فكرة عادي جدا هي سيدات وزدات بيفكروا بشكل احسن كتير جدا وبيعرفوا فعلا يصبغتوا الامور فلو انت القائد فعلا في العلاقة دي يا برج الحمل شريتك محتاج مساعدتك وانك انت اللي تعدي به بالعلاقة المحنة دي ايه الطاقة مربيد من الحمل وشريتو فيه طاقة هزيمة انهزامة وخلينا نقول اما طرف منكم اخطأ ومش قادر انه هو يعترف بالخطأ ده انا غلط ما بيعملش له وفي حالة مكبرة ويعناد انا ما بغلطش انا تمام ده ممكن يكون واحد منكم في العلاقة او كلاكما معا انتو الاثنين كل واحد راكب راسي انا ما غلطش انا ما غلطش تمام ففيه حالة انكار للحالة اللي احنا وصلنا لي وزي ما انا شايفه او الرسالة ووصلا لي ان احنا سيبين المشكلة الاساسية وعمين نبص بحاجات تانية انت عمال تفكر او هالك نفسك تفكير وشاغل مخجمة جدا جدا تفكير كتير جدا انتو الناسية ينتهي بس ما يبوصلش النتائج او ما بتاخدش خطوه ايجابية وشركة الدنيا بويزن انه خالص مش عارف يصلح الامور ازاي وعايزك انت اللي تصلح الامور بس التقريبة مش عايز يعترف بدا مش عايز يقول دا ايه اللي بيحصل الشفر ده فرص بتيجي للعلاقة او بتجيلكوا انتو الاثنين وبتضيعوها يعني شركة مثلا ما بيحاولش او بيحاول يبعث لك رسائل وانت متشوفهاش الرسائل اللي انا شايفها دي ساعدني طب انا مش عارف اخ اصلح الموضوع ازاي عايزك تساعدني وانت انا مش سامع حاجة فهم في فرص بتيجي وبنضيعها الشريك الناحية التانية من نفس الحكاية ممكن تكون انت صبرك او سكوتك ده بالنسبة له فرصة انك بتدينه وقت انه هو يصلح وما بيصلحش فاللي بيشايفاش طور ده فرص بتضيع فنبتدي نركز في الفرص يا جماعة نبتدي نسمع بعض الكلام اللي هو ما بيبقاش بيتقلب البب ده فيه احتصارفات معينة الشريك بيعملها يا فانت عشان تعرفه كويس قوي انا فهم هو عايز ايه فنبتدي ما نضيعش فرص ايه اللي بيحصل للشهر الجاي والله اعلم ما احنا نتكلم في الده شجور اللي جاية انه لو الوضع استمر بالشكل ده ده المتوقع ان هو يحصل قعد عائلية ها فين مشكلة منبتدي ان احنا ندخل طرف تالت في الموضوع مش لازم تكون عائلة على فكرة ممكن يكون صديق او صديقة منبتدي ان احنا نقعد ونتكلم مع بعض اللي اجتماع ده هنخرج به في ايه بايه ولا حاجة مش هنخرج به باي حاجة مش هو ده الحل ان احنا ندخل اهلنا او ندخل صحابنا في الموضوع ده مش يحل الموضوع والنتيجة اهيه هنقول وحببتي التور هيتقال حالا بعد ما نخلص الحمد زعل جميل جدا بحزن جديد جدا وممكن يكون جرح بقى بتدي بقى ايه نجرح في بعض انا عمالة اقول لك يعني ابعتلك في مسجات وانت مش فاهم انا بقى عايز اقول لك ايه فيبتدي يحصل ممكن يكون في شكل من اشكال ان احنا نجرح بعض بقى نجرح بعض فا او او يعني المعنيين قريبين من بعض او ان العلاقة بتمر بعض صفة او بوقت عصيد شوية فنحاول ان احنا او يعني انصحكم النصيحة ده انا شايفا علشان نتفادى القروت اللي جاية دي الشهور اللي جاية شهر ستة و سبعة دول اللي احنا شوخناهم انه كل واحد يعترف بخطأ انا اخطأت فكذا وكذا انا محتاجك تساعدني فكذا وكذا انا عكيتي الدنيا ساعدني فان انا اوصل وطرن وضع صفش شكرا